ايزا اتكلم معك شوية عن مواجهة الغد يعني ومواجهة اليوم خلاص مواجهة ريال مديد ومانشستر سيتي في دورة ابتال اوروبا مواجهة قوية جدا مواجهة كبيرة جدا عالم كله ينتظرها مواجهة بين بيب جارديولا وانشروتي الفريق الافضل تاريخين في دورة ابتال اوروبا ريال مديد وربما الفريق الافضل حلام في اوروبا منشستر سيتي شايف المواجهة دي ازاي المواجهة صعبة جدا طبعا المواجهة يعني احنا بنتكلم في فريقين مهيمينين على كل حاجة في الدوري منشستر سيتي متسايد الدوري الإنجليزي وبنشوف عروض رهيبة المباراة أخيرة يمكن لعب واحد بس قدر يساهم في خمس أهداف هو الفريق في أفضل فتراته وبيكسب المباراة بسهولة كبيرة جدا هيلعب فريق متمرس بخبرات كبيرة جدا لكارلو أنشلوتي يمكن مواجهة كارلو أنشلوتي وبيب جوارديولا بتبقى مواجهة ممتعة يعني تاريخيا كده ممتعة لأن مدرب أنا أعتقد أن أنشلوتي بالنسبة لنا من أكتر مدربين الواقعيين حاليا والمدرب المتوازن اللي موجود على السحة يمكن سيميوني يتكلم أنه هو طرق دفاعية مورينيو طرق دفاعية جوارديولا طرق هجومية ويورجن كلوب وهكذا لكن أنشلوتي ما تقدرش تقول هو مدرب بيدافع صرف وبيهاجم صرف هو مدرب متوازن في مدرسة أليكس بيركسون وأرسين فينجر والمدرسة القديمة اللي هي المدرسة المتوازن وأعتقد دي في المباريات الحاسمة في نص النهائي دي بتبقى لك أفضلية كبيرة لأن انت وقت ما تبقى محتاج فريقك أنه يدافع وتقدر تدافع وقت ما تحتاج أن انت تهاجم وتقدر تهاجم يمكن بيب جوارديولا دايما مشكلته في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا أنه هو لما بيحتاج أنه هو بيتقدم في النتيجة وبيحتاج يدافع ما بيعرفش يدافع لأنه هو مش بيتعود على الدفاع ضد موناكو شفنا من كام سنة ضد موناكو الراجل كسبان في الزهب خلاص أنت حاسم المباراة ليه بتهاجم وليه بتفتح خطوطك أنت محتاج أن أنت تقفل وتلعب كرة متوازنة بشكل بشكل واقعي ليه أهاجم وليه أضغط وأفتح خطوتي دايما عنده مشكلة في الحتة دي فأنا بشوف المدرب الأكثر واقعية والأكثر اتزانا في الملعب هو اللي هيكسب وأنا يعني برشح كارلانشولتي بخبرته وبواقعيته أنه هو ممكن يتخطى منشلستر سيتي حسوصاً للضغط جديد جداً على عيبة منشلستر سيتي طبعاً وبيب جوردوها تحديداً طبعاً لأن منشلستر لم ينجح في الفوز بدورة أبطالة وربما مع منشلستر سيتي مع كل هذا الأداء وكل هذا الانجازات سبب أعتقد أنه سبب الأداء السيء لعيبة منشلستر سيتي في مراحل نص النهائي ومراحل النهائي في الفترة الأخيرة هو الضغط لا يمكن النهائي اللي فيات ضد تشيلسي لو اتفرجت على المباراة 3-4 مرة تقول أنه ده منشلستر سيتي اللي بلعب الموسم كله أداء سيئ جداً من كل اللعيبة فردياً سيئ جماعياً سيئ مفيش الجمل اللي بتحصل أول السيزن وده نابع من الضغط نفس الكلام على باريس سان جورمان باريس سان جورمان بتشوفه في المباريات دور المجموعات أو الدوري الفرنسي بيقدم عروض جيدة جداً وبيكسب 5 أو 6 وبييجي في الماتشات الإقصائية في دوري الأبطال الضغط بيبقى جديد رغم أنه هو اتعاقد مع العيبة بتتحمل الضغط ده لكن دلوقتي حالياً ما خلاص مفيش حجة لمشلستر سيتي أنت خدت الربع النهائي ونص النهائي وصلت للنهائي عندك الخبرة الكفاية أن أنت خلاص تاخد البطولة ومفيش أعتقد أي إعذار اللي بيبجوارديولا أنه ياخد البطولة